ونبقى في خصوصية الاقتصاد مع دول الجوار العراقي حيث شكت وزارة التجارة والصناعة الكويتية من وجود عمليات تهريب للطحين المدعومة ومواد غذائية أخرى حيث أن ارتفاع أسعار الطحين والحنطة أصبح أمرا مشجعا للتجار والمهربين بأخذ الطحين المدعوم في أي دولة وتهريبه وبيعه بأسعار أعلى في دول المجاورة ودعت شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية لدارة العامة للجمارك إلى تشديد الرقابة والإجراءات الرادعة والمحكمة لإيقاف عمليات تهريب المواد المدعومة إلى العراق بعد أن تم رصد متجات الشركة مادة الدقيق المخصص للبيع في الكويت فقط تسوق وتباع بكميات كبيرة في السوق العراقي ويبلغ سعر كيس الطحين الكويتي المدعوم نحو 15 ألف دينار عراقية بالمقابل يبلغ سعر كيس الطحين في العراق في الوقت الحالي أكثر من 40 ألفاً ما يعني أن الربح في الكيس الواحد لصالح المهربين يبلغ أكثر من 260%